لقاء مفتوح جمع وزير الداخلية السويدي أنديش إيجمان مع عرض من سكان منطقة الضواحي الشمالية للعاصمة ييرفا يوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر في شيستا بمشاركة من بعض مسؤولي الشرطة وإدارة المنطقة وقوع ستة عشر جريمة قتل خلال العام والنصف الأخيرة في المنطقة التي تضم ضواحي شستا رينكبي تينستا وهوسبي استدعى طرح السؤال التالي ما الذي تقوم به الحكومة لوقف هذا التدهور في الحالة الأمنية للمنطقة مداخلات ونقاشات عديدة لم تخلو من انتقادات حادة وجهت للحكومة أثناء اللقاء المفتوح منها ما اعتبر أن الحكومة لا تقوم بما يكفي للحد من الجرائم ورفع درجات الأمن وأن زيادة عدد أفراد الشرطة ليس حلا لأن أفراد الشرطة الشقر والبيض لا يمكن مشاهدتهم إلا حين حدوث مشكلة فهم يأتون فقط كقوة عسكرية لقد أصبحت الشرطة أكثر استفزازية ولا تتمتع بثقة الناس هنا في يرفع حسب هذه الانتقادات الوزير ريغمان من جهته اعتبر أن هذا الوصف لحالة الضواحي مبالغ به وأكد على أن مكفحة الجرائم والحد منها يتطلب القيام بأكثر من مهمة فهو يحتاج إلى عملية إصلاح صغيرة في عدة مناطق مثل زيادة موارد الشرطة تشديد العقوبات على المدنيين بحيازة وتجارة السلاح ولكن وفي الوقت نفسه زيادة الاستثمار بالمدارس وتأمين المساكن وخلق وظائف وفرص عمل جديدة ومن المهم أيضا إحداث تغييرات بحيث يرى الجميع ويشعر أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح الوزير أندش انجمان أكد في تصريح خاص للكومبس على هامش اللقاء على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات المفتوحة والمشاركة بالنقاشات التي تهم السكان ومنها الأمن والأمان لجميع أهالي تلك المنطقة وأوضح أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات ومهام من أجل كسب ثقة الشرطة التي يجب أن تكون جزءا من المجتمع وهي بالتالي لا تستطيع أن تقوم بواجبات اجتماعية أخرى خارج اقتصاصاتها مضيفا أن زيادة أعداد الشرطة بالمناطق والضواحي هو ضرورة مهمة لزيادة الثقة بعمل الشرطة